أكد وزير الخارجية الجزائري رمضة العمامرة الاثنين لنظيره الفلندي بكهافستو التزام الجزائر بترسيخ التقارب بين البلدين أو عفوا بين البلدان الإفريقية ودول الشمال وأفاد بيان الخارجية الجزائرية بأن رئيسي دبلوماسية البلدين ناقشا خلال محادثات هاتفية بمبادرة من هافستو التحذير للاجتماع العشرين لبزراء خارجية الدول الإفريقية ودول الشمال المقرر عقده الربيع المقبل بالعاصمة الجزائرية وأعرب الوزيران عن سعادتهما بجودة العلاقات التاريخية بين البلدين كما انتهز الفرصة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية والاستحقاقات المقبلة متعددة الأطراف وذات الاهتمام المشترك